أصدر قادة التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات مذكرة توقيف غيابية بحق الإعلامية ماريا معلوف على خلفية تحريض الأخيرة العدو الإسرائيلي على اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في تغريدة كانت قد نشرتها على حسابها على تويتر في أذار الماضي قالت فيها إذا كانت إسرائيل تعتبر حسن نصر الله عدوا لها فلماذا لا تنفذ غارة جوية تخلصنا منه فنصدقها وتحمي نفسها لتستتبعها بتغريدة أخرى تقول إذا كانت إسرائيل فعلا تريد السلام فلتصبت ذلك والتقم بمعاهدات مع حزب الله فحتى اليوم لم نخلص من حسن نصر الله الذي يوهمنا بحرب ضدها عدم امتثال معلوف أمام القضاء لدى استدعائها ساقها إلى مواجهة قرار ظني بحقها وإحالتها إلى محكمة الجنايات في بيروت بعدما تقدم كل من المحامين وسام المدبوح وجميحة شيتي وأشرف الموسوي وحسن بزي وميل خمسة وعماد محمود ومحمد رضا قنصو بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية بحق معلوف العقوبة قد تصل إلى الاعتقال المؤكد يقدر هذه الجنايات عرضت لبنان لأعمال عيدائي هي دعية إسرائيل لتصفت سيد حسن نصر الله بدأت تسلم لتسقط مزاكرة وفق الغيابية لأنه هي حقيقة مسار القضاء كان للدعوة كان جدا صعب لأنه ما كانت تحضر بلغت أصولا كان يجي محامي يسأل ويفل ما يحضر ولا جلسة أنا والزملة كنا نحضر هي ما تحضر حيث كانت هي نوع من الاستخفاف تغريدات الإعلامية المثيرة للجدل لقد ترحيبا لدى الصحافة الإسرائيلية فنشرت صحيفة معريف مقالا داعما عنوانه صحفية لبنانية تطالب إسرائيل بتصفية نصر الله أما معلوف فكانت قد بررت تغريداتها في حديث تلفزيوني وضيعة إياها في إطار التساؤل المشروع ما غرت به هو تساؤل وتساؤل مشروع لأي إنسان مش بس صحافة لأي شخص يريد أن يطرح فكرة يجب أن تناقش كأعلميين دورنا أن نقول بما يخص موضوع حزب الله أنه لماذا إذا أرادت إسرائيل فعلا أن تقتل حسن نصر الله أو تقيم غارة على حسن نصر الله لماذا لم تقم ذلك حتى الآن وزير الأعلام ملح مرياش رأى في القضية توصيفا سياسيا أكثر منه جنائيا وفيما تشير المعلومات إلى وجود مريا معلوف في دولة عربية أشارت مصادر قضائية إلى إمكانية تقديم الدولة اللبنانية طلبا إلى السلطات الإماراتية لتسليم معلوف إلى القضاء اللبناني بوساطة مكتب الانتربول العربي والدولي جوال الحج موسى قناة الجديد